اي تيوبس او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة مركز التصميمات هو المودة بدأ من 2001 وهو بيتبع وزارة الصناعة هو واحد من المركز التكنولوجية بتتبع حاجة اسمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والاتقال هم 13 مركز منهم في الحلية في الجلود في البلاستيكس مختلف الصناعات المركز هنا المفروض ان هو من اهم اهدافه ان هو بيساعد صغار المصابمين من الشباب ان هما يبتدوا اول خطواتهم في عالم البزنس يبتدوا مشروعهم الصغير ده هدف رئيسي للمركز الهدف التاني ان احنا بنقدم للصناعة استشارات فنية بنقدم مثلا باترونات لو جي مصنع يطلب ميني باترونات بعملوا باترونات اللي هي المزبوطة لو عايزين ديزاينز جديدة تصميمات جديدة اكدهم بيها وكمان الافراد نفسهم احنا بنقدم افراد اللي هما اللي بيشتغلوا عشان يشتغلوا في المصانع او اللي قريدي بيشتغل وعايز ينامي قدراته فاحنا بنطلع اللي هما الكواليفايت برسونال اللي ممكن تشتغل في المصانع احنا ماشينا على السيستم الايطالي علشان احنا عندنا كارتنرشيب مع استيتوتو ديمودا بورجو في ايطاليا بناخد الكوريكلوم من بورجو الكتب الجنة من بورجو معمول فرانشايزينج يعني اي حاجة اللي هي اي حاجة اب تو ديت اي جديد في عالم الموضة اللي اتجاهات كلها بنتبادل يعني الخبرات مع بعض فانا بيتقدم الطالب عندي باخد كل الانات اللي موجودة في المجتمع عندي ست البيت عندي الطلبة اللي هما متخرجين من الكليات المتخصصة اقتصاد منزلي فنوم جميلة عندي عمال اللي هما بتوع المصانع كله اللي عنده هواية اللي عايزة تجيب مكنة صغيرة وتخيط كله موجود مرمر حليم هي فعلا كتبري اكتف يعني فعلا مثال الطالب المبتهد جدا وعندها افكار وعايزة تشترك اخدت الكورس الديبلوما وبعد كده حتى تعلمت كمان بالاضافة ليدريبنك اللي هو التشكيل على المانوكام وكانت بقى بتوع تجيب ومشات وتعمل حاجات وتعمل افكار ففعلا هي من الاول تحسي انها باري تالنت تتجعليم موسيقى 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 بس ستريت وارب بس الواغبة يعني كده حاجة من الاسنك من التراس المصري اللي هو تبصي لها تشوفي اه لا في حاجة بقى مصرية سواء في الخامة او كتان او هند ووفن فكانت ده التفكير من الاول كنا رحنا اول سنة علمانيا وكان فيه المشروع وبازار برلين ميدي بوس للمصاممين المصريين انه هما كل سنة يبقوا موجودين في البازار دول بيبقى في نوفمبر من كل سنة تاني سنة فكرنا انه واي نوت ان احنا ما نحاول الموضوع انه يبقى براند ونعمل براند ومجات من هنا فكرة الاجهة بدأ الولاد يفكروا في الاسم وبدأ انا اللي عملوا البراندين والابليكيشن والمشروع كان جايب لهم خبيرة بعد كده دينماركية كانت سيانج ديزاينر كده معاهم وكانت مفيدة اوي ديهم ومداتهم خبرات تويسة وروحنا وفعلا في السنة دي حقق نجاح كبير اوي في المانيا لانه الاجهة الفكرة بتاعها جميل جدا اللي هو كل الناس هتلبسها بقول كل الناس بجد جماعة مكان هنا فعلا حاجة مختلفة حاجة جميلة انتي وبس رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل الاشراف العام احمد الهواري احمد مواقع مجموعة وشوشة العالمية انتي وبس دوت كوم